النهاردة مؤسسة الأهرام المؤسسة العريقة لنا عضو من أعضاءه وليه الشرف وليه تقدير وليه كل الاحترام لكل واحد زميل من أصغر موظف وأصغر عامل في الأهرام لرئيس مجلس دارة الأهرام رئيس تحرير الأهرام كل زملاء الصحفين مدير التحرير كل زملاء كلهم بقول لهم كل سنة وانتوا طيبين 140 عاما على إنشاء هذه المؤسسة العريقة وكل واحد شارك فيه بناء هذه المؤسسة كل الناس اللي على قيد الحياة ربنا يديكوا الصحة يا رب اللي توفوا ربنا يرحمهم لأنهم اللي أسسوا الأهرام تظل الأهرام منارة رغم محاولات كثيرة جدا حولوا التعريض بحياة الأهرام وبالعاملين في الأهرام وفي 25 يناير حولوا يوم 28 اقتحام الأهرام مرة واثمين وثلاثة لما تم إحراق مبنى الجلاء جنبنا كنا موجودين في هذه الأيام العصيبة كنا قاعدين ما كناش بنروع عايزون لحاكوا كنا كل يوم بتشوف حموا ولاد الأهرام مؤسستهم من محاولات الاحتراق ومحاولات اللي حصلت وأحد زملائنا كان صحف لسه بيتمرن قتل على باب الأهرام في هذا اليوم كان يوم 28 أو 29 يمكن 29 يناير قتل أحد الأهرام ضحت وما زالت تضحي بأبنائها تظل الأهرام رغم المحاولات الكثيرة بشكر كل زملائي تلقي الدعوة كريمة من أستاذ محمد عبدالهادي الرئيس التحرير بشكره شكرا جزيلا بكرة هنحضر إن شاء الله هذه الاحتفالية الضخمة اللي هي وحدة أسرة الأهرام أستاذ محمد عبدالهادي بيرسخ مبدأ مهم جدا غاب عننا بقالنا خمس سنين تم استبعاد ناس وتم إقصاء ناس وجاء ممدوح الوالي أقصى ناس وأبعد ناس وعملوا ناس وتصفيت حساباته وغير ممدوح وناس كتير جدا أقصوا كتير جدا في عهود مختلفة للأسف الشديد ولكن محمد عبدالهادي النهاردة بيرسي مبدأ مهم جدا أنا بحييه عليه أنه بيدعو كل الناس اللي كانوا بيدعو كل كتاب الأهرام بيدعو كل الناس اللي موجودين عشان يحضروا هذه المناسبة كل رؤساء التحرير السابقين رؤساء مجال السدرات السابقين الموجودين حاليا فليه الضخمة داخل صالة تحرير الأهرام هي الصالة الأعرق اللي مش موجود زيها أستاذ هيك لما بنى هذا المبنى العريق اللي احنا بنونا عليه المبنى الجديد هو دلوقتي أصبح المبنى القديم لأنه فيه مباني أخرى جديدة تعاملت في التسعينات منها المبنى اللي موجود فيه عدد كبير كل الإصدارات تقريبا ومبنى آخر ده كلهم نتعاملوا في عدد أستاذ إبراهيم نافع كل ده تاريخ ما حد الشي يقدرون نكر هذا التاريخ كل زملائي لهم كل التقدير والاحترام نحتفل غدا وكل واحد بقول لحضراتكم كنت تتخيل بقى في وقت من الأوقات وانت كده داخل أسنسير الأهرام بيتلاقي مين سيد سوفيء الحكيم سيد نجيب محفوظ تخيلوا أنا بديكم مين كنت بتشوف مين سيد سوفيء الحكيم سيد نجيب محفوظ سيد عبر رحمن الشرقاوي بنت الشاطئ طبعا سيد يوسف إدريس سيد لطف الخولي بتلاقي عمالقة عمالقة الأدب والفن والصحافة كلهم موجودين في الأهرام الأهرام ده هو المؤسسة اللي قدمت للعالم العربي أكبر كتاب في العالم العربي من مؤسسة الأهرام وما زال مؤسسة الأهرام النهاردة كل اللي موجودين فيها ليهم كل التحية والتقدير طبعا سيد صلاح منتصر سيد مكرم محمد أحمد سيد صفر هو جهيدة مش عايز أنسى حد عشان ما حدش يفتكر أن أنا يعني متعمد طبعا أنسى في أستاذ مرشي عطالة دكتور عمر عبد السميع عدد كبير جدا من كتابنا اللي موجودين النهاردة كل يوم بيطلوا على قراءهم يوميا من خلال أعمدة الأهرام ليهم كل التحية والتقدير ولكل زملائنا النهاردة اللي هما بيحملوا الأهرام بتسلم تباعا جيل بعد جيل أجيال كتيرة جدا لهذه المؤسسة العريقة وتظل الأهرام كل رايح وتبقى الأهرام اسم في العالم أنا أقول لكم في العالم بتروح جواز سفرك أهرام الأهرام عارف يعني إيه أهرام في أي حتة يسأل على الأهرام يقول لك إيه الأهرام هي دي الأهرام نشوف الأهرام تحتفل ب140 عاما لكل زملائي وكل واحد في الأهرام خدوا بالكم من مؤسستكم العريقة هي هتفضل أعرق مؤسسة في الشرق الأوسط رغم المحاولات لأن انتوا الناس اللي بتحافظوا عليها سيبكم من أي حاجة حافظوا على مؤسستكم كل واحد فيكم لو سمحتوا من أصغر واحد لأكبر واحد ملناش غير بيتنا الأهرام بقول لحضراتكم أنا النهاردة وأنا يعني موجود وبشتغل هنا ويمكن فترة الفاتح تخذت كم شهر كده أجازة ورغم أني أجازة كنت بروح كل يوم وبروح كل يوم بقول لحضراتكم كل يوم من بيتي للأهرام خلاص ما انت تعودت الحكاية دي تاخد الطريق ده من سنة ثلاثة وتمين لحد الوقت تاخد الطريق من البيت للأهرام وبعد كده نروح أي حاجة تانية ولكن أول ما كانت تروحه الأهرام تفضل هي الأهرام المفتوحة لولادها كلهم بكل انتماءاتهم ما فيش حد يخصي حد يا جماعة مسألة الإقصاء انتهت كلنا هنكون إيد واحدة عشان نبني بلدنا بلدنا مش هدتبني غير لما كلنا نبقى إيد واحدة والناس تبطل تنفس على بعضها افتحوا صفحة جديدة عشان بناء الأهرام نشوف الأهرام